وللحديث أكثر عن أوضاع النازحين في العراق في ظل قرارات متضاربة من الحكومة زادت من معاناتهم تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني أهلا ومرحبا بك دكتورة السلام عليكم ورحمة الله وحيكم وحي مشاهديكم الكرام حياك الله دكتورة لا تزال أزمة النازحين تلقي بظلالها على العراق بعدما يزيد على ثلاث سنوات على انتهاء العمليات العسكرية كما أعلنت الحكومة أنذاك كيف وصلت الأوضاع في ملف النازحين وهل تقلصت بعد مؤتمرات إعادة الإعمار أم لا نعم يعني مع الأسف الشديد يعني أوضاع النازحين من سيء إلى أسوأ خاصة وأن كما نعرف أن معظم النازحين الآن أصبحوا من الأرامل والأيتام والضعفاء ومن ذوي الإحتياجات الخاصة ومن ذوي الأمراض والضعفاء وكبار السن يعيشون في أوضاع سيئة في مناطق مدمرة الأنقاذ من حولهم والعبوات الناسبة حتى الجثث لا زالت لحد الآن لم يتنتجا لها بصورة كاملة انعدام كامل للخدمات الأساسية انعدام لفرص التعليم خاصة للأطفال ترى المتسولون والمحتاجين يتسولون في الطرقات لا توجد حتى فرص عمل فرص العمل قليلة جدا الميليشيات تسيطر على هذه المناطق وتحكم قبضتها وتتحكم باقتصاد هذه المناطق وتفرض الإتاوات وتشيع الأرهاب وتعمل على تهديد المناطق والاستيلاء على الأملاك ووضع اليد على المناطق من أجل إحداث التغيير الديمغرافي إضافة إلى ذلك الأوراق الثبوتية لا زال الكثير من النازحين لا توجد لديهم أوراق ثبوتية وبالتالي فرص الحصول على المعونات الاجتماعية أو التعليم أو الصحة قليلة جدا للغاية كذلك أن حتى الأوائل التي تم طردها وإعادتها بصورة قصرية إلى ما يدعون أن المناطق المحررة نعرف جيدا أن هذه المناطق مدومرة وأصبحوا يعيشون في خيام أخرى ولكن أمام منازلهم يعانون من عدم أبسط مقاومات الحياة الأساسية في الوقت ذاته صدر قرار بغلق المخيمات وإعادة النازحين قصرا إلى مدنهم إلى أي مدن ترون أن القرار السياسي أو إلى أي مدى ترون أن هذا القرار السياسي أكثر منه قرار تنظيمي؟ بالتأكيد هو قرار سياسي وبدعم دولي أيضا خاصة أننا لم نرى أي تحرك دولي مع العلم أن عملية إعادة النازحين إلى مناطقهم كانت قصرية والأمر واضح للجمع خاصة وأن المناطق غير مهيئة لعودة آمنة الحكومة والأحزاب والميليشيا تريد أن تستفيد من هذه الفرصة من أجل الانتخابات القادمة تريد أن تحصل على فرص أكثر من أجل أن تطيل مدى عمرها في هذه السلطة والسيطرة على الحكم في العراق أيضا لا بد أن نعرف أن هذه الميليشيات وهذه الحكومة وغيرها قد مارست شتى أنواع الفساد في ملف النازحين ولذلك هي تريد أن تغلق هذا الملف بشتى الطرق وتستفيد منه بأحسن طريقة ما أثار إغلاق المخيمات على النازحين دكتورة؟ بالتأكيد تأثيرات سيئة وسلبية للغاية مناطق لا توجد فيها أي فرصة عمل لا توجد فيها أي خدمات سوف نتوقع تفشي الأمراض سوف نتوقع انتشار العنف والجريمة خاصة وأن الكثير من عادوهم من الفئات الضعيفة ومن الممكن أن يصبحوا لقمة سائغة بيد العصابات والميليشيات تستطيع أن تمارس ضدهم كافة أنواع الانتهاكات والحقيقة وصلت كثير من الفيديوهات والمقاطع المصورة المأساوية إضافة إلى ذلك مع انعدام فرص التعليم سوف تتفشل التسيب من المدارس وبالتالي الأمية وغيرها من التأثيرات السلبية على الحياة الثقافية أيضا في هذه المناطق الحكومة من جهتها تحاول دفع النازحين للعودة إلى مدنهم هل رصدتم تقدم ما في ملف عادة الأعمار من أجل تهيئة الوضع لعودة ألاف النازحين وهل توجد ضمانات أمنية أيضا من انتهاكات الميليشيات تجاه هؤلاء النازحين أولا لا توجد أي ضمانات أمنية والدليل على ذلك ما تمارسه الميليشيات وما يصل من أخبار من استلاعها على الكثير من المناطق وتحكمها بها والمصادرة الأملاك بذراع تاريخية وبغيرها من الذراع إضافة إلى السيطرة الاقتصادية على هذه المناطق وفرض الإتاوات والاعتقالات والتغييب القصري الذي لا تزال تعاني منه هذه المدن أيضا ملف الأعمار الحقيقة ملف الأعمار هو مجرد خيال خاصة وأن الحكومة لم تخصص أي مبالغ تكفي لإعادة ولو حي صغير من أحياء هذه المناطق التي تم تدميرها يعني لا ننسى أن نينوة أو الموصل أو الأنبار هي من المناطق الكبيرة في العراق وسكانها يعني خاصة مدينة الموصل عدد سكانها كبير من أين تأتي هذه الحكومة بالأموال وهي تعاني من فساد كبير مستشري وكل حزب وكل ميليشيا وكل من له كرسي في هذه السلطة فقط يضع الأموال في جيوبه ولا تهمه مصلحة البلد حتى أن فرص يعني حصول على يعني كما تفضل عن طريق مؤتمرات الأعمار أصبحت الآن قليلة للغاية خاصة مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها العالم بأسره بعد تفشي كوبيد ناينتين إضافة إلى ذلك حتى هذه الدول لا يمكن لها أن تتبرع بأموال أخرى للعراق خاصة وأن لا ننسى أن المجلس النرويجي للاجئين قد أثبتوا بالأدل لأن هناك فساد كبير فكيف يمكن أن تتبرع هذه الدول للدولة فاسدة سوف تذهب هذه الأموال إلى جيوبهم هذه الأوضاع التي وصفتموها إلى أي مدى ترون أنها ممنهجة وإذا كان الأمر كذلك فما هو هدف الحكومة والميليشيات منها؟ بالتأكيد هذا الموضوع ممنهج والدليل أنه لا يقتصر على منطقة واحدة وهو مستمر منذ عام 2003 ما الذي تم إعماره في العراق ويمكن أن يختلف في هذه المناطق جميع المناطق العراق تعاني من نفس الأزمات ومن نفس المشاكل ومن نفس الدمار ولكن بطرق وبدرجات متفاوتة لا ننسى أن هذه المناطق التي شهدت هذا الدمار الكبير هي من المناطق التي عرضت الحكومة وخرجت ضد الحكومة ولهذا لجأت الحكومة إلى نشر المنظمات الإرهابية من أجل أن تتخذها ذريعا من أجل تدمير هذه المدن فلذلك هذه العملية هي ليست مجرد صدفة أو بسبب دخول منظمة إرهابية بل هو عمل ممنهج ومنذ فترة طويلة والغاية منه أصبحت واضحة للعيان ابحث عن المستفيد تعرف ما الذي حصل في العراق مستفيد منه هو الدول الإقليمية وخاصة إيران إيران تهدف إلى مصالحها وتهدف إلى إيجاد كافة الطرق التي توصلها بالعالم الخارجي وللتؤمن لها طرق تجارية وطرق من أجل توسيع مشروعها في الإمبراطورية الفارسية وغيرها من المشاريع التي تهدف لها إضافة إلى تدمير كل ما يمت لكما يسمونهم أصبح مع الأسف هذا هو العرب السنة وإبادتهم وتغيير ديمغرافية هذه المناطق لأجل مصالحهم فقط لا أكثر ولا قلع مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحربة الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا عبر سكايب من لندن شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا